السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تنميز الصف الثاني السنوي معي النهاردة حل الدرس الأول الإخراج والإخراج في الإنسان الجلد حل أسئلة كتاب الامتحان قبل ما نبدأ أتمنى أنك تشارك في القناة وتفعل الجرس عشان نوصل لك كل جديد نبدأ على بركة الله السؤال الأول بيقول لك الشكل المقابل يوضح ثلاثة أعضاء إخراج في جسم الإنسان يبقى أنت معك عضو واحد واثنين وثلاثة من أعضاء الإخراج في جسم الإنسان فإذا علمت أن العضو واحد فين العضو واحد أهو له دور في عملية الهضم يبقى أنت كده عرفت معلومتين اتنين عن العضو واحد اللي هو من أعضاء الإخراج وتاني حاجة بيعمل ايه عملية الهضم ده من بقى اللي بيشترك في الإخراج والهضم ده هيبقى الكبد طب إزاي أنا عرفت إن هو الكبد لأنك عندك العضو اللي هو الكبد ده بيعمل إخراج زي ما احنا عرفنا في الدرس وبيعمل حاجة بقى إحنا ما تذكرتش في الدرس اللي هو الهضم إزاي بقى بيشترك في الهضم ده بيفرز عصارة صفروية الكبد يعني بيفرز عصارة صفروية بتحول الدهون إلى مستحلب دهني فيسول هضمها وامتصاصها يبقى أنا دلوقتي عرفت إن العضو واحد هو مين الكبد عشان بيشترك في الإخراج والهضم وعرفت هو بيشترك في الهضم إزاي طيب العضو ثلاثة هو أكبر أعضاء الجسم يعني العضو ثلاثة ده أكبر أعضاء الجسم هيبقى من أكبر أعضاء الجسم من اللي بيشترك مع الكبد والجلد اللي بيشترك مع الكبد والجلد في عملية الإخراج هو الكليا بيشترك مع الكبد في تحويل المواد السمة إلى مواد أقل سمية وبيشترك مع الجلد في اخراج العديد من ايه؟ من مواد الاخراج مثل الاملاح والفضلات الايه؟ النتروجينية والماء يبقى دلوقتي اعرفت ان العضو اتنين يمثل مين؟ الكلية تاني حاجة بقولك ايه؟ المواد الاخراجية سين وصاد تمثل على الترتيب مقاط تعال ما تشوفني سين سين فين؟ سين ما بين الكبد والكلية يعني مشتركة ما بين الكبد والايه والكلية من المواد اللي بيشترك فيها الكبد والكلية في عاملات الاخراج دي طبعا هتبقى المواد السمة حيث يحاولوها إلى مواد غير سمة أو مواد أقال السمية يبقى عرفت إن سين دي هتبقى مواد سمة وصاد بقى هتبقى لها كذا احتمال لأنها الكليا والجلد بينهم كذا احتمال طب تعالوا ما نشوف بقى أنه واحتمال من دول اللي هينفع بس هي لازم يكون فيه سين دي مواد سمة تعالوا ما نشوف كده سين هتبقى ماء وصادة تبقى ملح معدنية طبعا غلط سين هتبقى ملح معدنية وصادة تبقى ماء طبعا دي برضو غلط انا اقيل ان سين هتبقى ايه هتبقى مواد سم طب تعالى ما نشوفني مراجيم سين مواد سم وصاد فضلات نيتروجينية اه سين مواد سم لان هي المشتركة مبين الكليا والكبد وصاد هتبقى فضلات نيتروجينية طبعا هتبقى فضلات نيتروجينية لان هي مشتركة في الاخراج مبين ايه الكلية والايه والجلد السؤال التاني كل مما يأتي من مواد الإخراج أو المواد الإخراجية معادة CO2 الوسانيكستالي الكربون أو النيتروجين أو الماء أو اليوريا طبعا هيبقى النيتروجين لأنه يخرج من الجسم دون أن يعبر من الأخشية البلازمية للخلايا ثلاثة أي المواد الغذائية التالية ينتج عن تكسير نواتج هضمها حمض اليوريك يعني أنت من المواد دي من اللي بينتج من هضمها أو تكسيرها حمض اليوريك هو حمض اليوريك ده مش تبع الفضلات النيتروجينية طيب مش الفضلات النيتروجينية دي تبع مواد الناتج عن تكسير البروتينات طيب معني كنت أنا كسرت بروتينات يبقى أنا هدور على مادة أو هدور على بروتينات موجودة في أي طعام أو أي مادة غذائية من الموجودة قدام دي دي فيها بروتين من قدام ده فيه بروتين هيبقى الفول الفول والبوكوليات موجود فيها البروتين بروتين نباتي يبقى أنا أختار الفول أربعة من الفضلات التي تنتج عن تكسير المواد الكربوهايدراتية بعد هضمها نقط أنا ما خدتش حاجة اسمها تكسير المواد الكربوهايدراتية أنا خدت حاجة اسمها تكسير المواد العضوية وتكسير البروتينات لا أنت عندك الكربوهايدرات أو المواد الكربوهايدراتية تابع المواد العضوية يبقى معنى كده أنه يسألك عن الفضلات النتجة عن تكسير المواد العضوية يعني ما يجي اسألك عن مواد او فضلات نتجة عن تكسير الكرباهيدرات زي ما يبقى بيسألك بالزبط عن تكسير المواد الايه العضوية من المواد النتجه عن تكسير او الفضلات النتجه عن تكسير مواد العضوية طبعا هتبقى ساني يكسر الكربون والمية هندوما رجيه تعال النمر الخامسة بيقولك اي مما يالي يعتبر من نواتج التمسيل الغذاء الضارة النتيجة عن تكسير البروتينات في الانسان هيبقى النيتروجين النيتروجين طبعا مش بمواد الإخراجية النشادر النشادر تابع برضو البروتينات بس هو خلي بالك مش بيسألك على البروتينات في الصفة عامة بيسألك على موادك تكسير البروتينات في الإنسان يعني في السادييات النشادر مش تابع المواد الناتجة عن تكسير البروتينات في السادييات حمد النيتريك لا طبعا هيبقى إيه اليوريا أي مما يلي لا يساهم في عملية الإخراج بالجسم الغدى العراقية لا طبعا غدا الركاب تعمل اخراج حيث هو ايه بتستخلص العرج من الدم? ولا الشرج? طبعا الشرج هتبقى هي الاجابة. ليه الشرج هي الاجابة? لان الشرج ده عبارة عن ايه? ده المكان اللي بيخرج منه البراز. طيب انا ما اعتبرش البراز يتخلص منه يخرج ليه? لانه لم يعبر من الاخشامين البلازمية. من وظائف طبقة بشرة جلد الانسان نقط. وظائف بشرة الانسان او وظائف طبقة بشرة جلد الانسان نقطة طبعا synagogue ما تشوف كده الاختيارة. تلطيف درجة حرارة الجسم. لأ طبعا ديت تابع الغدى العرقية اللي موجودة في الادمة مش في البشرة. استخلاص الفائدرات النايتريجينية من الدم دي برضو تابع الغدى العرقية اللي موجودة في ادمة جلد الانسان مش بشر جلد الانسان. انتاج العرق نفس الكلام. مانه يغزوا البكتيريا للجسم طبعا ديت من وظيف طبقة بشرة جلد الانسان حيث انها من وظيف الطبقة الهين الطبقة السطحية او القرانية التي يوجد بها مادة مين المادة القرانية اللي هي الكيراتين اي التراكيب التالية تمتد خلال طبقتين الادمة والبشرة في الجلد عاوز اه تراكيب بتمتد خلال الطبقتين الادمة والبشرة من غير ما تبص على الاختيارات اللي بتمتد ما بين طبقتين الادمة والبشرة مع بعض هي الشعر والغطل العراقية تعال لما ندور على الشعر والغطل العراقية كده شعر وقامة دمائل طبعا هتبقى بين اهي موجودة هنا يبقى الشعر والغطل ايه العراقية. نمبر التسعة الوظيفة الاساسية للعرق في الانسان هي التخلص من نقط حرارة جسم الانسان الزائدة ولا الاملاح الزائدة بالجسم ولا الماء الزائد بالجسم ولا الفضلات الانترجنية بالجسم الوظيفة الاساسية للعرق في الانسان هي التخلص من حرارة الجسم الزائدة. نمر عشرة اي الاشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين التغير في معدل افراز العرق يبقى ي اللي موجود على المحور ده هو مين? معدل افراز العرق. ودرجة حرارة الجو اكس. درجة حرارة الجو اكس اللي هي دي. دي على المحور ده. في حالة عدم القيام باي نشاط بدني. اه يبقى دلوقتي انت بتعملش نشاط بدني. ما بتعملش ايه? نشاط بدني. في اي الاشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين التغير في معدل افراز العرق ودرجة حرارة الجو في حالة عدم القيام باي نشاط بدني. يبقى انت دلوقتي سبت ان انت بتعملش ايه? اي نشاط بدني. بس انت درجة حرارة الجو بتتناسب وعاوز يقول لك بقى التناسب او عاوزك انت تقول له ايه هو التناسب ما بين درجة حرارة الجو? وايه? ومعدل افراز العرق طبعا كل ما زاد لدرجة حرارة الجو. كل ما زاد افراز العرق او كل ما زاد معدل افراز العرق. فالشكل المناسب من ده هيبقى هو لان انت عندك هنا معدل افراز العرق قليل. عندك معدل حارة او درجة الحرارة كبيرة. عندعنه هنا مثلا هي. هيبقى معدل افراز العرق اتراف على فوق هنا. يبقى هتبقى نختار نمراجي. نمرة احداشر. اي مما يلي يمثل استجابة الاواعي الدموية بالقرب من سطح الجلد والغضط العراقية عند رفع درجة الحرارة عن المعتاد. طيب انت ما ترفع درجة حرارة جسمك عن المعتاد بيحصل ان الاواعي الدموية ذات نفسها بيحصلها ايه? بيحصلها تمدد. بيحصلها ايه تمدد. طب تعال كده ما نشوف الاواعي الدموية بندورك على كلمة تمدد. الاواعي الدموية تنقبض او تنبسط تنقبض او تنبسط. فانا ما عنديش كلمة تمدد هنا. فانا هدور على الكلمة هي تراضف كلمة تتمدد. تتمدد هنا هتبقى تنبسط. تتمدد هتبقى بدلها ايه? تنبسط. تتمدد يعني بتوسع. وتنبسط برضو يعني بترتخي كده يعني برضو بيحصلها ايه? بتوسع. طيب انا هختار يا اما من به يا اما من مين? يا اما من جيم. طب تعال ما نشوف بقى على نشاط الغدار العراقية لما بيحصل تمدد او بيحصل انبساط في الاوعية الدموية. طبعا النشاط هيزيد. طيب تنبسط ديت معها هيكل النشاط. يبقى مش اختار دي هختار تنبسط وهزداد ايه? النشاط عند ارتفاع درجة مين? الحرارة. نمرة اتناشر. جلس احد الاشخاص في غرفة درجة حرارتها خمسة وتلاتين درجة مئوية لمدة تلاتين دقيقة. فماذا تتوقع ان يحدث لدرجة حرارة الدمو ومعدل افراز العرق عند تناوله عدة اكواب من الماء البارد. تعال كنا معايا بيقول لك جلس احد الاشخاص في غرفة درجة حرارتها خمسة وتلاتين درجة مئوية. خمسة وتلاتين درجة مئوية ده تسعى نفسك كده لما تبقى انت قاعد في قوضة درجة حرارتها خمسة وتلاتين يبقى قربة من درجة حرارة جسمك الداخلية اصلا. معنا كده ان انت قاعد اصلا في ايه? في حر. يبقى انت كده قاعد في درجة حرارة عالية. ايه اللي بيحصل لمعادل العرق لما ايه لما انت بتبقى في درجة حرارة عالية يبقى عادل افراز العرق بيزيد. طب حلو الكلام. يبقى انا كده عرفت ان معادل افراز العرق هيزيد. فما ستتوقع ان يحدش لدرجة حرارة دمه ومعادل افراز العرق عند تناوله عدة اكواب من الماء. انا قلت خلاص افراز العرق هيزيد. طيب معدل ايه ايه او درجة حرارة دمه ايه اللي هيحصل لما يشرب اكواب من الماء البارد. لما يشرب اكواب من الماء البارد درجة حرارة الدم ذات نفسها هتنخفض يبقى درجة حرارة الدم هتنخفض ومعضل افراز العراقع يحصل له ايه? هيازدأ. الشكل المقابل يوضح قطاعا في جلد الانسان. عاوزك بيقولك ايه باه? واحد اي التركيب التالية يساهم فيها عملية تنظيم درجة حرارة الجسم. اي تركيب التالية يساهم فيها عملية تنزيم درجة حرارة الجسم. هي تنزيم درجة حرارة الجسم دية كانت من وظيفة مين? كانت من وظيفة العرق. كانت الوظيفة الاساسية للعرق. مين اللي بيعمل العرق? اللي بيعمل العرق الغدد العراقية اللي بتستخلص الدم من الاوعياء الدموية. يبقى انت عندك تركيبين اتنين. الغدد العراقية والاوعياء ايه? الدموية. يبقى انت هتدور على رقم اللي غدد العراقية ورقم الاوعياء الدموية وتقول هي دي التركيب اللي بتساهم في عملية تنظيم درجة حرارة الجسم. فين الغودة العراقية? طبعا دي الغودة العراقية هي. يبدأ دي تركيب رقم اربعة. الفين الاواعية الدموية. الاواعية الدموية هي 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 ده ده الوريد الازرق ودا الشريان الاحمر يبقى النا olduğunu بيرها ستة. مبقى اربعة وستة هما اللي بيتساهمهم في ايه? فيه عملية تنظيم درجة حرارة جسم الانسان. نcommerce اتنين. التركيب اللي يحتوي على خلايا تفرز الميلانين هو خلايا الميلانين ديت كانت موجودة فين مش كانت موجودة في الجزء الداخلي او جزء السفلي من الطبقة الداخلية للبشرة فين الطبقة الداخلية للبشرة دي الطبقة الداخلية للبشرة موجودة هنا طيب فين بقى حبيبات الميلانين بحبيبات ميلانين هتبقى كده هتبقى موجودة في اسفل الطبقة الداخلية يبقى هي هتبقى موجودة في المنطقة ديت اللي هي الطبقة الداخلية او الطبقة الموجودة في اسفل الطبقة الداخلية للبشرة هيبقى تبقى نمرة اثنين نمرة ثلاثة يحدث جفاف للجلد عندما يحدث خلل في وظيفة التركيب نقط يحدث خلل في الجفاف او يحدث يحدث جفاف للجلد عندما يحدث خلل في وظيفة التركيب نهون هيبقى يحدث الجفاف اصلا لما يحصل خلل في تركيب وظيفة الغدة الدهنية يبقى فين الغدة الدهنية؟ الغدة الدهنية رقم ثلاثة هنا يبقى تختار نمرة ثلاثة من الاربعة يعتمد عمل كل من التركيب اربعة والتركيب تسعة على وجود التركيب نقط. من التركيب اربعة? التركيب اربعة هو. اللي هو مين? اللي هو الغودة العراقية. فين التركيب تسعة? التركيب تسعة هو. يبقى هو بيقول لك التركيب اربعة والتركيب تسعة من المشترك ما بينهم اللي بيخليهم يقدر يؤد وظيفتهم. طبعا هيبقى الاوعيات دموية هي اللي تمشترك ما بينهم. لان الاوعاد دموية لو ممرتش على الغوضة العراقية مش هتقدر انها تستخلص العرق ومش هتقدر انها تعمل وزفتها. وبرضو لو ما كانتش محيطة بالشعرات او بالشعر الموجود او بصير الشعر الموجود في الجلد مش هتمدها بالغذاء بتاعها فمش هتقدر انها تنمو او تخرج برا الجلد. فمن كده انا هختار الاوعاد دموية اللي هو التركيب رقم ستة. من الخمسة ليونت وحركة التركيب تسعة تعتمد على عمل كل من التركيبين نقاط على الترتيب. ليونت. ليونت دي كانت انتبع مين? كانت انتبع الغدة الدهنية. يبقى فين الغدة الدهنية رقم تلاتة. والحركة بتاعت التركيب رقم. احنا احنا كانت في اصل في التركيب تسعة دلوقتي. خلي بالك ان احنا كانت في التركيب تسعة اللي هو الشعرة. ليونت الشعرة كانت بتكسبها اللي هي الغدة الدهنية. حركة الشعرة كانت بتكسبها مين? عضلة الشعرة الغدة الدهنية رقم تلاتة والغدة او عضرة الشعرة رقم كام سبع يبقى انت تختار تلاتة وسبعة للترتيب اللي هي رقم الف نبرة ستة تتضح وظيفة الجلد كعض واستجابة من خلال وجود التركيبين نقط عضو استجابة يعني فيه نهايات عصبية حسية وفيه حلمات عصبية او حلم عصبية تمام يبقى هدور على مين هدور على النهايات العصبية الحسية موجودة هنا هي والحلمة الحسية او الحلمة العصبية تبقى ponto هنا يبقى انا هختار مين? هختار نمرة عشرة او هختار تمانية وعشرة عشرة هنا وعشرة تمانية وعشرة موجودة نمرة دهل. عند التغير المفاجئ في درجة حرارة الوسط المحيط من الدافق الى البارد. من الدافق خلي بالك من الدافق الى البارد. اي ما يلي تتوقع حدوثه. انت كنت قعد في حرارة. دافق يعني ايه حرارة where البارد. احنا اصلا ما يتكلم في الجلد والعرق دلوقتي. اما اللي يحصل في جسمك لما تنضاكن من الدافئ الى البارد. الاوعيات الدموية هيحصلها ايه? البارد ده بيخلي الاوعيات الدموية تنكمش. فمعدل افراز العرق هيقل? فمعدل نشاط الغدة اللي بتطلع العرق هيقل? اللي هي الغدة العرقية. هيزداد نشاط تركيب تلاتة. تركيب تلاتة مش ضعب العرق اساسا. يقول نشاط التركيب اربعة. ايوا بالزبط كده بيقول نشاط التركيب اربعة. ايقل نشاط الغدة العرقية. ايقل افراز العرق لما تنضاكن من جو دافئ الى جو ايه? الى جو بارد. السؤال الرقم اربعة عشر. اي العبارات الاتية هي الاكسر دقة عن طبقتين بشرة الجلد. بيجي اسألك عن طبقتين بشرة الجلد. الطبقة السطحية والطبقة الداخلية. بيديك اربع عبارات وعاوزك تقول مين هي الاضاق. يعني ممكن يكونوا كلهم صح. بس في الاصح. انا هختار الاصح. لانه يمكن يبقوا كلهم صح. لمر الف تعتمد الطبقة السطحية للبشرة او لبشرة الجلد على الطبقة الداخلية لها. طبعا بتعتمد عليها حيث انها هي المسؤولة اصلا عن تجديد الطبقة الداخلية. هي المسؤولة عن تجديد الطبقة السطحية للجلد او لبشرة الجلد. حيث انها تتعرض دايما للاحتكاك. حيث تفاجر خلايا طبقة الجلد او خلايا طبقة الجلد الداخلية او بشرة الجلد الداخلية الى السطح الجلد وتموت وهو تكون بعد بكده مين? الطبقة مين? السطحية للبشرة. نمر ايه? تعتمد الطبقة الداخلية لبشرة الجلد على الطبقة السطحية لها? طبعا بتعتمد الطبقة الداخلية للبشرة الجلد على طبقة السطحية لها كلام ده صح? حيث ان ايه بقى? الطبقة السطحية ديت بتعمل وظيفة مناعية او بتمنع الميكروبات من دخول الجلد او من دخول الجسم. يعني بتحمل اصلا الطبقة الداخلية دي من غزو الميكروبات. يبقى العبارة دي كمان صح تعتمد كل من الطبقتين على الاخرى العبارة ديت اصح من دي ومن دي لان ديت شاملة لك نص الاجابة وده دي شاملة لك نص الاجابة التاني يبقى الاجابة ديت جامعت لك بين النصين اتنين يبقى هنختار طب تعال متأكد من النمرة دال كده بولك لا تقدر لك بين الطبقتين اصلا العبارة دي غلط يبقى انا اختار نمراجيم تعتمد كل من الطبقتين على الاخرى حيث ان الاولى تتجدد باستمرار من فاطل الداخلية او السطحية والطبقة السطحية تحمل ايه? تحميه الجلد من غازه مين? غازه المايكروبات. نمرة خمستاشر. يفقد الجلد لونه الطبيعي عند غياب الخلايا نقط. طب تعال كده ما نشوفه الجلد اصلا بياخد لونه من ايه? الجلد بياخد لونه من خلايا الميلانين اللي موجودة في الجزء الداخلي او الجزء السفلي من الخلايا بتاعة طبقة البشرة الداخلية. طيب يبقى دلوقتي هتكلم على طبقة البشرة الداخلية. يبقى يفقد الجلد له طبيعا عند غياب الخلايا اللي موجودة بقاعدة طبقة البشرة الداخلية للجلد اللي هي نمرة به. نمرة ستاشر. جميع ما يلي يمكن حدوثه عند وضع اليد داخل كيس بلاستيك وربط وربطه حول معصم حول المعصم معادة. تعال كده ما نشوف اصلا ايه اللي هيحصل لما انت تجيب كيس بلاستيك وتربطه حواليا المعصم بتاع ايدك. مش معنى اللي انت هتعمل كده ان درجة حرارة ايدك هترتفع وايدك هتفرز العرق فيها. هيزداد. صح الكلام? يبقى انت هتزود نشاط الغده العرقية. هتزود نشاط ايه? الغده العرقية. وهترفع درجة حرارة ايدك اللي ما تحاطه بالكيس. طب تعال لما نشوف بقى مين اللي ما بيحصلش من الكلام اللي انا فهمته ده في الاختيارات دي. قال لك واحد ترتفع درجة الحرارة داخل الكيس. طبعا بترتفع درجة الحرارة داخل الكيس بدليل ان ايدك هتعرق. به تنشط الغدد العرقية لاستخلاص العرق من الدم. ايه ده بيحصل برضو مع مال العرق خرج ليه? دم انت عملت ارتفاع في درجة حرارة يبقى هتنشط الغدد العرقية لاستخلاص العرق من الدم. يبقى ده كمان بيحصل. انا عاوز ايه اللي مش بيحصل? طنشط الغدد الدهنية في الجلد. طبعا ان الغدد الدهنية ملهاش دعو بالعرق. يبقى هنختار نمراجيم. لان ده اللي مش بيحصل لما بيتزود درجة حرارة جسمك او بتزود درجة حرارة جزء من جسمك وبتعمل استخلاص العرق لان الغدة الدهنية ملاش دعوه باستخلاص العرق. نمر سبعتاشر معدل افراز العرق في فصل الشتاء نقط. معدل افراز العرق في فصل الشتاء. هو بيسألك على فصل ايه? فصل الشتاء الجو بيبقى بارد ولا حر في فصل الشتاء طبعا بيبقى بارد. طيب في البرد بيهيلا بيحصل بقى لمعادل الافراز العرق. بيقل لمعادل افراز العرق كيف انا اختار? يقل. نورة تمنتاشر. تتصلب الشعرة وتتقصف عند غياب نقط. تتصلب الشعرة وتتقصف عند غياب. فهو كانت من اللي بتعمل بها آآ من اللي كانت بتعمل عكس التقصف وعكس التصلب للشعرة ده. اللي كانت بتعمل كده هي الغدة الدهنية اللي كانت بتفرس المادة الدهنية اللي كانت بتعمل على الشعرة وتسهيل خروجها من الجلد. يبقى انا هقول عند غياب الغدة الدهنية المحيطة بالشعرة وبكده اكون خلصت الاسئلة بتاعة كتاب الامتحان بتاعة الدرس الاول اتمنى تكون استفدت ولو استفدت اضغط لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناة عشان نفسك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته